أرجع ورحب بكم من يديد وبعدنا باستمر معكم في فقراتنا المتنوعة وصلنا معكم إلى فقرة أحب ووطني اليوم الكثير صاروا يهتمون بالتكنولوجيا وتكنولوجية المعلومات واللي صارت صفة في زماننا الحالي واليوم انطلقت في دبي فعاليات معرض جيتكس واللي تتضمن أحدث العروض والمتجات بهالمجال للحديث أكثر عن معرض جيتكس يصرنا أن يكون معانا الأستاذ زياد الشوبكي وهو مستشار تقنية المعلومات يهلوا مرحبا الساعة ومنور معانا مساء الإمارات هلا مساء الورد نحييك مرة أخرى يا أستاذ زياد يوم نتكلم عن جيتكس نحن نتكلم عن معرض ضخم عن معرض يأتيه الناس من كل حد وصوب فأهمية هذا المعرض بالنسبة أن يتواجد في دولة الإمارات بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لي هذه السنة العشرين التي أشارك فيها في معرض جيتكس والجميل في معرض جيتكس أنه كل سنة من نجاح لنجاح أكبر طبعا كل سنة نشوف أشياء جديدة عالم التكنولوجيا عالم لا ينفذ من الإختراعات والأشياء الجديدة طبعا جولنا فيه أنا أكثر شيء عجبني صراحة ساعة سامسونج الجديدة الأسلوب اللي عاملينها فيه صراحة تفوقت على برأيي الخاص تفوقت على ساعة أبل طبعا شفنا في القسم يعني ممكن يقول هالإضافات عن السنة اللي طافت اللي ياس نتكلم معنا هالإضافات اللي انضافت السنة هاد الأشياء اللي جذبت الناس أكثر الأشياء اللي نزلت طبعا أو كان عليها صراحة إقبال كبير الأسلوب اللي عملت فيه سامسونج الساعة كان أسلوبه ميز وجذب كثير من الناس أنها تشاهد كيف هي الساعة شو تمييزها عن الساعة الثانية طبعا هم حتى في هم طبعا نزلوا أول ساعة إلكترونية عمستوى العالم وكان اللي ميزها أنه تقدر تحط فيها شريحة تليفون بحيث أنك أنت تستخدمها بدون الهاتف في الذكي يعني مش لازم تربط الهاتف بالساعة مثل حظا أنه كان عنده وحدة مثلها جميلة جدا صراحة يعني مميزة هي والجديدة لسه طلعت أجمل يعني خصوصا مع الفيتشار الجديدة طبعا اتجولنا في قسم الخدمات وشفنا الحكومات الإلكترونية الذكية في دولة الإمارات شو نزلت طبعا الأشياء الإفشنسية أو الأشياء المميزة اللي دائما تنزلها حكومة دبي ذكية هي الخدمات الجديدة للجمهور طبعا شفنا خدمات منوعة من الشرطة للهجرة والإقامة لدائرة الصحة كلهم متميزين كانوا كلهم قدموا خدمات جديدة تساعد الجمهور على أنه يقض يروح بدل من يروح على الدائرة طبعا يتفاعل المكانة صحيح بالضبط مش مسيحك حتى على مستوى الاستفسارات على مستوى الخدمات أهلا في دبي فكانت كلها صراحة خدمات جديدة ومميزة طبعا القطاع على اتصال دائما هو يأخذ الجانب الأكبر طبعا اتصالات جذبة الجمهور بعروضها لجديدة دودة جذبة الجمهور بعروضها لجديدة على مستوى باقي القطاعات الـ ERP وCRM شفنا كل من شركات الـ SAP شفنا من شركات Oracle الكل كان متواجد صراحة ولا شركة انسحبت بالعكس عدد الشركات الجديدة دائما يزيد الحمد لله رب العالمين هناك تعليق إذا ممكن تأخذني مع هذا التعليق في معرض جاتك كان في أمريكا من فترة كان فيه مميز بقسم اللي هو الاختراعات صحيح هذا القسم يعني يمكن تقع على كل الأقسام بس هناك احنا ما تواجد عندنا هالقسم في هاي الدورة لا كالكونسيومر الالكترونيك شو اللي ميزوا في فيغاس انه مثل ما حضرتك ذكرت الديفيجين او قسم الاختراعات الجديدة جايتكس لسه ما حضروا ومش جاهزين لأنهم مستمعين لهذا ولكن نتأمل في السنات الجديدة انهم يكون في قسم خاص أو قاعة خاصة للاختراعات الجديدة لأنه هي الاختراعات الجديدة أو الأشياء الانوفيشنز اللي فيها اختراعات جديدة هي لدائما تجدب الجمهور والجمهور يروح يحب يشوفها يعني اتذكر في فيغاس لما كنت موجود في الكونسيومر الالكترونيك شو يوم شفت فيه كل المعارض أو كل الأقسام ويومين خصصهم بس للانوفيشنز عشان اشوف شوفي اختراعات جديدة ممكن انك تجيبها على الشرق الأوسط أو ممكن انها تكون مثلا نافعة في الشرق الأوسط فنتمنى احنا نشوف هذا في جهة خصوصا ونحن أصحاب يعني الابتكار والتمييز والاختراع ودائما نحن في تجديد مع كلمات تعني وتعنى بأن تكون دولة الإمارات مقر لكل هذه الأمور طبعا اللي هي تختلف عن السوق العالمي صحيح الابتكار اليوم مش بس انك تبتكر مثلا جهاز أو تبتكر الابتكار الخدمة الجديدة وتنويع الخدمات فيها هذا يعتبر ابتكار وتكلمنا عن الافيشنسي اللي هي مثلا اليوم إذا مثلا عندك حتى على مستوى الخدمات الإلكترونية إذا كانت الخدمات عشان تخلصها تحتاج عشر خطوات اليوم مثلا اختصروا هذه الخدمات لثلاث خطوات هذا بنفسه بحد ذاته هذا يعتبر اختراع أنك كيف تقدم للإنسان اللي عايش في هاي الدولة الذكية واللي هو دائما فيها يكون سعيد تقدم له خدمة بحيث أنه يخلص مهامه بخطوات سهولة وبساطة وأعتقد أن الإمارات مميزة في هذا الشيء بالمقارنة بالشربال خلال زيارتك طبعا لفيغاس أكيد فيه ابتكارات في اختراعات جذبة مبرك يعني قلت هذه لازم تدخل عنا مثلا في جاية تكس دبي شو من الاختراعات هاي جذبة مبرك من الاختراعات اللي جذبتني صراحة وشفتها اللي هي كيف انك اليوم بإمكانك اتركب جهاز هاتف بناء على طلبك يعني اليوم أنت تشتري الجهاز كما هو يعني أنت ما تختار مثلا أنت تتحب الاستثمار يكون في الكاميرا أكثر أو في البطارية أكثر حسب حاجات وستخدام هذا سمي هاتف على كيفك هذا سمي هاتف على كيفك في الكنسيومر الإلكترونيك شو كان أغلبية المخترعين الجديد يحاولوا يقدموا خدمة جديدة بحيث أنه أنت تروح على الويب سايت وتختار على الصفحة الإلكترونية وتختار أنت هاتف كيف يكون تحب مثلا هم يصنعون لك يا حسب الطلب هاي الأشياء برأيي اللي هي الجديدة طبعا كانوا يتكلموا على الإيسم يعني بدل ما يكون فيه سيم كار أو شريحة تبعت الهاتف ما يكون فيه شريحة تكون شريحة ذكية بحيث أنك تختصر هاي المسافة أو تختصر أنه الواحد يركب ضاعة الشريحة غير الشريحة بدل الشريحة طبعا وكسيكوريتي طبعا يكون فيها أأمن لأنه شريحة هي تكون ذكية تطلع بإمكانك تعمل عليها لكنك تتراقبها بشكل أفضل إذن سرق الهاتف ما يقدر يشيل الشريحة طبعا يقدر يكون فيه بحثة التي تقدر تحصلها خلاص هو أن بدد أن تكون موجودة داخل الهاتف ففيه أشياء طبعا في القسم الأبتكار أشياء تأخذك إلى أبعد مدى أبعد مجال وترجعك فتستغرب أنت اللي يميز أمريكا في جانب الاختراعات عن باقي دول العالم اللي هو رأس مال المخاطر أو المغامر رأس مال المغامر هو رأس مال يستثمر في العقول أو في الأفكار الجديدة ونسبة نجاح يكون 20% أو 15% في مخاطرة في الموضوع لذلك يسمونه رأس مال المغامر عدنا أيضا في أبوظبي ماشاء الله في دبي أيضا مراكز الاختراعات الآن التي هي فتحت يعني خلال السنة هذه نحن نسمعنا أخبار كثيرة عن مراكز التي هي تنمية الاختراعات أو وجود الاختراعات وفي إنفاق عليها قوي جدا هل ترى بأن إن شاء الله نحن قريب بتكون أيضا أرض الإمارات أرض الابتكار أرض الاختراع أرض اللي هي بتصدر إن شاء الله لدول العالم تقنيات حديثة إن شاء الله لأنه شوف الجيل الجديد يؤمن في هذه الأشياء الجيل الجديد ولكن إذا رجعنا شوي إلى الجيل القديم هو جيل كلاسيك نوعا ما يعني أغلبية استثماراته في الأشياء العقارية أو الأشياء اللي لها مردود ثابت الرأس مال المغامر هذا في أسلوب الحياة صحيح وهذا نوجد في أمريكا من زمن هذا جزء من ميزانية الدولة يكون لا لا بالعكس هي رؤوس مال خاصة وليست لا نحن عدنا كلها على الدولة ما شاء الله لذلك هو لازم يتغير يعني لذلك لازم يعني الوحيد الرأس مال المغامر اللي موجود في الوطن العربي هو الوليد بن طلال أنا أشوف شخصيا يعني وفي الإمارات يعني الشيخ محمد بن راشد أذكر أذكر الكلمة اللي قالها في افتتاح مدينة دبي للإنترنت قال أكبر مخاطر في الحياة إنك ما تخاطر صحيح صحيح لأنه ممكن يطوفك أشياء وائد من عمرك مجرد ارتدادك أنت تخافت سوي الشيء أنت فقط شيء من عمرك صحيح لما بنوا دبي للإنترنت سأذكر يعني هي ما كانت بعيدة بس بالنسبة للناس كانت يعني مكان بعيدة ولكن اليوم هي من أنجح المشاريع من أنجح المشاريع الموجودة في الدولة إذا تكلمنا بعيد عن أمريكا فيه أكيد يعني دول معينة كل سنة تساهم في المعرض جاتيكس أكثر الدول اللي ساهمت هنا بعيدا عن أمريكا الدول اللي ساهمت واشتركت معانا في الابتكارات والاختراعات الجديدة لا عندي صراحة الأرقام ولكن دائما الصين كهاردوير مميزين على جميع القطاعات طبعا أمريكا هي لمميزة في السوفتوير فأغلبية الشركات الأمريكية كانت متواجدة دائما من قطاع السوفتوير والهاردوير أغلبية كان موجود صين وكوريا وباقي الدول طب تجربة دولة الإمارات في تنظيم معرض جاتيكس يعني هذا أكبر هذا أكبر دليل عن نجاح اليوم 35 سنة جايتكس يعني أكبر ما أظن فيه أصلا معرض إلى الآن مستمر حول العالم مش فرتوكل يعني مش ما يعطيك نوع معين من التكنولوجيا كل أنواع التكنولوجيا ناجح إلى الآن مثل جايتكس ممشا الله لأنه تميز من اليوم الأول تميز بصفقات وتميز يعني صار فيه علاقة بين الشركات الكبيرة وبين جايتكس يعني أنا من الناس اللي ما أقدر حتى لو مش مشارك مع شركتي لازم أروح على جايتكس وأشوف الناس ونعمل بيزنس واليوم كنا الحمد لله عملنا بيزنس وكان بيزنس ناجح وأعمال ناجحة فيعني ما يعني حرص المواطن مثل الإماراتي أنه فعلا دائما دقوب أنه يتشوف الأشياء الجديدة وتطوروا التكنولوجيا اللي يستطيع حول العالم الصراحة الإماراتيين بشكل خاص يعني أنا أنا تعاملت مع الشرق الأوسط كله المشاهل الإماراتيين بشكل خاص دائما يسعوا إلى التمييز دائما يسعوا إلى الأفضل دائما يسعى أنه كيف هو ممكن يعطي يقدم يعني الخدمة الأفضل وبعدين أنت تشوفها كيف تشوفها تشوفها لما تنزل من المطار تشوفها في الخدمات اللي على الكاونتر لما تطلع تركب في السيارة لما تروح على الفندق السهل الممتنع البلد الذكية كيف تكون بلد ذكية البلد كيف تكون ذكية الذكاء مش أنك أنت تعمل أب أو تركب جهاز لا المدن الذكية موجودة من زمان يعني لندن من زمان مدينة ذكية نيويورك من زمان دوكيو المدينة الذكية اللي هي سهولة التعامل فيها سهولة أنك تجد حلول فيها يسر الحياة هذه هي والعلامة الأكبر حب الناس لها طبعا حب الناس لهذه المدينة وهل هما سعداء أم لا فاليوم إذا جيتوا وانت سألت على أي واحد عايش في الإمارات رح يقول لك أنا مبسوط أنا ما أبغي أترك الإمارات اليوم أنا حتى يعني تود جذب نظري انتباه أن فعلا اليوم وصلني على الواتساب أن الشيخ محمد وراشد ألي طوله بعمرة شخصيا حاط مبادرة أن تقييمك لمدينة الدبي إذا أنت مستانس فيها أو أنت مثلا مش راضي أو شو الأشياء اللي ممكن مضايكتين شوف لنوين اهتمام ألي طوله بعمرة شخصيا مهتم في هذا الشيء صحيح طبعا أنت اليوم تشوف النجاح من لما تسوق مثلا من أبوظبي لدبي للشارقة العجمان للفجيرة يعني أنا عشت في هذه الدولة 43 سنة أنا شفت الدولة كيف هي البنت وكنت لما أسافر أمريكا أقولكم الصلاحة كنت أسأل نفسي سؤال كيف تنبني هذه الدول كيف تنبني هذه المدن شو اللي تحتاجه عشان أنت تبني مدينة فلوس لا طلعت الإجابة أنت ما تحتاج قيادة قيادة ذكية ذات إرادة قوية إنها تبني لك مدينة مثل هذه المدن ودولة مثل هذه الدولة يعني أنا صراحة أحسد الإماراتيين على هذه البلد الجميلة على هذه الأسلوب الجميلة في الحياة وصراحة ما أشوف نفسي أصلا خارج دولة الإمارات من نوفينا مش أسلمي يعني تسأل نفسك كيف تنبني أمريكا تعال أنا صراحة عشت هذه المرحلة عشت هذه الخمسة وتسعين وليل ألفين ليل يوم هذا وعفكرة اللي عاش هذه المرحلة في الخمسين السنة اللي جاية ما حيشوف مثلها ولا يكون في المئة السنة اللي جاية صحيح ربي حفظك آخر ما تحب أن تحدثنا فيه عن جايتكس أتمنى أنه دائما أشوف جايتكس يتطور من الأفضل إلى الأفضل والصراحة الفريق العامل جايتكس من هلال مري والفريق اللي قائم عليه في مركز دبي العالمي مش مقصر يعطي اهتمام كبير لهذا المعرض ويدير باله على نجاحه لأنه يعرف أنه هو من أكثر المعارض اهتماما وتميزا في المنطقة وأتمنى لهم كل التفويق الحمد لله طبعا والإمارات الآن أصبحت هي ممتد يأتوا الناس هناك ومن ثم يتشعبوا إلى أنحاء المعمورة شكرا لك سيدا شكرا لوجودك معنا طبعا نشكر الأستاذ زيادة شوبكي مستشار تقنية المعلومات ترجمة نانسي قنقر